أريد أن أقول لكم الخبر المهم الذي أعلنته إدارة الاتحاد الأفريقي قبل لحظات قليلة أنه قررت قيادة الكاف السابقة يقصد المكتب التنفيذ السابق في 17 يوليو 2019 أن يتم تحديد الفائز بدور أبطال أفريقيا من مباراة واحدة بدلا من النهاء المعتاد زهاب وإياب وبيقول الاتحاد الأفريقي أن الكاف تلقى عرضا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ومن الاتحاد الملك المغربي لكرة القدم لاستضافة نهاية بطولة لكرة القدم 20-22 اللي هي دور الأبطال وسحب الاتحاد السنغالي لكرة القدم بعد ذلك عرضا لذلك يسر الكاف أن يمنح المغرب استضافة نهاية بطولة كاف دوري أبطال أفريقيا 20-22 وموعد المباراة النهائية هو 30 مايو 20-22 وبيقول الكاف وتجرى حاليا مناقشات داخل الاتحاد الأفريقي للعودة إلى النهاء القديم زهابا وإيابا لتحديد الفائز بدوري أبطال أفريقيا توتل إنرجي بدلا من نهائي الزهاب دا اللي أعلنوا أعلنوا الاتحاد الأفريقي بعد اجتماع له منذ لحظات قليلة طيب دا بيتضمن كذا حاجة أيوة الاتحاد الأفريقي بيغسل يده من تهمة التحيز أقول لك كان متقدم اتنين وكنا نعرف أنه متقدم خمسة أم وبعدين استقر على السنغال و المغرب في إشارة إلي أن السنغال سحبت عرضها فلما يبقى إلا المغرب بيقول لك طيب نعمل إيه وهنا نرجع تاني لاشباك با ونشوف دور الاتحاد المصري كان إيه وليه خلينا من دي بقى الرسالة المبهمة في أخي سطرين اللي اتحاد بيدرس فكرة إن المباراة تبقى مباراتين من إمتى محددش محددش ولكن كان فيه كلام سابق إن من الموسم القادم إحنا طبعا عاشين في عصر بلونات الاختبار يعني يطلع لك الموضوع وتخش فيه في يعني منقشات وجدها الكثير أي يعني اللي أنا عايز أقوله لقد أطاح الاتحاد الإفريقي بكل قواعد العدالة وتكافؤ الفرص وأنا أظن برضو التعليقات التي صدرت على لسان أحد مسؤولي المغرب الشقيق فريق أنه مندهش من موقف الأهلي لا لو كان تقرر أن المباراة دي حتكون في مصر أعتقد أنه كان من حق أي طرف يصل إلى النهائي بما فيهم الوداد أن يحاول أن يأخذ المباراة إلى أرض محايدة ما فيهاش زعل ما فيهاش نوع من التليح الكلام بالعكس اللي يقدر يلقى حواء أنك أنت تلعب نهائي مرتين وربع تلاتة مرة الكونفدرالية السنة اللي قبل الفاتت السنة اللي فاتت دور الأبطال السنة دي دور الأبطال والكلام ده لو كانت قال بدري قبل وضوح اقتراب الأهلي اختراب أنا ما بقولش أن الاتنين تقهلوا على فكرة بقول اقتراب كانت ستبقى مفهومة لكن النهاردة اتخذ القرار وقد اتضحت الصورة بشكل يكاد يقترب من 80% برضو ما كانتش يعني مريحة